هذا البرنامج يقدم لكم برعاية تيكنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم ومرحبا بتلاميذنا الذين يشاهدوننا على شاشة التلفزيون في عدد جديد من مفتاح النجاح في شهادة البكالوريا دائما في مادة علوم الطبيعة والحياة نقدم لكم مفتاحا من مفاتيح النجاح في شهادة البكالوريا إن شاء الله اليوم نقدم لكم المفتاح رقم 5 وهو خاص بالعلاقة بين بنية ووظيفة البروتين ما هي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين؟ نعم ما هي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين؟ تفضلين البنية الفراغية هي التي تحدد الوظيفة إذن لدينا معلومة تقول أن البنية الفراغية للبروتين هي التي تحدد وظيفته متى يكون البروتين وظيفة؟ تفضلي نور يكون البروتين وظيفة عندما تكون بنيته الفراغية طبيعية إذن شرط لكي يكون البروتين وظيفة يقوم بوظيفته يجب أن تكون البنية الفراغية طبيعية في هذه الحالة لما نقول بنية فراغية طبيعية يجب أن نعود إلى الوحدة الأولى وهي محدد تركيب البروتين ونعود أيضا للعلاقة التي درستمها في السنة الثانية التي تقول أن النمط الوراثي أي المورثة تحدد النمط الظاهري على جميع مستوياته خاصة على المستوى الجزيئي المستوى الجزيئي نقصد به البروتين إذن البروتين هو جزيئة محددة وراثيا حيث أن المورثة تحدد لنا نوع وعدد وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة للبروتين الأحماض الأمينية تتشكل بينها روابط تكافؤية وغير تكافؤية فتؤدي إلى اكتساب البروتين بنية فراغية إذن يكتسب البروتين بنية فراغية طبيعية نتيجة تشكل روابط تكافؤية وغير تكافؤية اكتساب البنية الفراغية الطبيعية يؤدي إلى اكتساب وظيفة أي أن البروتين يصبح بروتين وظيفي في هذه الحالة إذا حدث تخريب للبنية الفراغية للبروتين ماذا يحدث؟ تفضلي إذا حدث تخريب للبنية الفراغية للبروتين يفقد وظيفته إذن هناك علاقة وطيدة بين البنية والوظيفة البنية تحدد الوظيفة إذا كانت البنية الفراغية طبيعية يكون البروتين وظيفي إذا حدث تخريب للبنية الفراغية يؤدي هذا إلى فقدان الوظيفة وإذا استعاد البروتين بنيته يستعيد وظيفته أعيد إذا كانت البنية الفراغية طبيعية يكون البروتين وظيفي إذا حدث تخريب للبنية يفقد البروتين الوظيفة إذا استعاد البروتين بنيته الفراغية الطبيعية يستعيد وظيفته حيث هذه العلاقة أي بين البنية والوظيفة يمكن أن نستعملها في عدة وحدات وكأمثلة لذلك أخذنا في الدرس في النشاط الأنزيمي أن البنية الفراغية للأنزيم هي التي تحدد وظيفته إذا كان الأنزيم ذو بنية طبيعية يؤدي هذا إلى أن يكون الأنزيم فعال إذا حدث تخريب للبنية الفراغية خاصة الموقع الفعال يؤدي هذا إلى أن الأنزيم يصبح غير وظيفي نفس الشيء لك أن ناخده في وحدة المناعة أو دور البروتينات في الدفاع عن الذات إذا حدث تأثير على البنية الفراغية للبروتينات المتدخلة في الجهاز المناعي كالجسم المضاد، كالبيسيار، كالتيسيار أو الأشالة أو غيرها من الجزئات البروتينية تؤدي هذا إلى التأثير على دور هذه البروتينات في الدفاع عن الذات يعني أن بنيتها هي التي تحدد وظيفتها نأخذ مثال الجسم المضاد الجسم المضاد يحتوي على موقعين وبالتالي له دورين إذن بنيته تسمح له بتحديد وظيفته بما أن في البنية يوجد موقعين لهو موقع تثبيت محدد المستضد وموقع للتثبت على الخلايا البالعة يمكن للجسم المضاد أن يقوم بوظيفتين وهي الارتباط مع المستضد وتشكيل معقد مناعي لإبطال مفعوله ومنعه من الانتشار والتكاثر الدور الثاني التثبت على الخلايا البالعة لتسهيل عملية البلعمة إذن هنا بنية الجسم المضاد هي التي تسمح له بتحديد وظيفته وبالتالي هذه العلاقة الوظيفية بين كل من البنية ووظيفة البروتين هي علاقة مهمة أيضا في دور البروتينات في الاتصال العصبي حيث أن البروتينات هي المسؤولة على نقل الرسالة العصبية من الخلية قبل المشبكية إلى الخلية بعد المشبكية وأي خلل في بنية هذه البروتينات يؤدي إلى حدوث خلل على مستوى وظيفة أو آلية النقل المشبكي وبالتالي هذه العلاقة أي البنية هي التي تحدد الوظيفة هي علاقة مهمة جدا يمكن أن نستعملها في عدة وحدات من دروس علوم طبيعة والحياة أيضا في الوحدات الخاصة بالتركيب الضوئي والتنفس توجد جزيئات بروتينية تتدخل في الأكساد التنفسية وفي التركيب الضوئي لذلك العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته هي علاقة مهمة يجب على التلميذ التمكن منها خاصة يمكن أن تطرح على شكل نص علمي في النص العلمي يجب أن نتطرق إلى العلاقة بين البنية والوظيفة من يحدد البنية أو ما هو مصدر هذه البنية التي هي المورثة حيث أن المورثة تحدد لنا نوع وعدد وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة للبروتين بين هذه الأحماض الأمينية تتشكل روابط الروابط تؤدي إلى أن البروتين يكتسب بنية فراغية معينة ومنه يكتسب وظيفة وبالتالي العلاقة بين البنية والوظيفة هي علاقة مهمة في الإجابة على تمارين مادة علوم الطبيعة والحياة نرجو أن نكون وفقنا في شرح مفتاح من مفاتيح النجاح في شهادة الباكالوريا إلى عدد قادم إن شاء الله نضرب لكم موعد في الحصة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم وأهلا وسهلا بتلاميذ الأعزاء أهلا بكم مشاهدي الأعزاء لكال تلاميذ مقبلين على شهادة الباكالوريا 2018 ونتمنى لهم النجاح في المفتاح الخامس من مفاتيح النجاح إذن الضص اللي انتقيناه اليوم لكم هو ضص مفيد جدا وأساسي في برنامج مادة الفلسفة اللي هو فيما يخص العدالة الاجتماعية وهنا سوف نتناول الموضوع التالي هل شوفوا مني هل كل تفاوت ظلم هل كل تفاوت ظلم بما نأخذ ما هو سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية هل نتحقق بواسطة المساواة أم بواسطة احترام الفورق الطبيعية الموجودة بين الناس وهي التفاوت إذن فنحلل هذا الموضوع بواسطة الطريقة الجدلية نبدأ في المقدمة المقدمة هو أننا نحدد المفاهيم هنا المفهوم موجود هنا رايان في هذا الموضوع قالنا هل كل تفاوت ظلم ما هو الموضوع الأساسي لجلب انتباهي ما هو الكلمات المفتاحة لجلب انتباهي هي كلمة نعم الذي يدل هناك نقاش وأيضا الموضوع في ماذا يدل هناك ظلم إذن ظلم ما هو الشيء الذي يقابل ظلم هي ضد ماذا هي ضد كلمات نعم أو تحقيق العدالة اذن وهنا نبدأ بتعريف العدالة أولا بصفة عمما العدالة هي عبارة عن ماذا قيمة أو مثل آلة يسعى الفلسفات منذ القدم إلى تحقيقها وهي بصفة عامة ماذا؟ إعطاء كل ذي حق حقا ثم بعد ذلك في الجدل أو في العناد الفلسفي العناد الفلسفي هناك موقفين موقف يرى بأن العدالة تتحقق بماذا تتحقق بالمساود وهم أصحاب المساود وهناك الموقف الثاني الذي يقول لك أن العدالة تتحقق بماذا بالتفاوت يعني بمعنى وحدة هناك من يجيب عن السؤال يقول لك نعم كل تفاوت ظلم وهم أصحاب المساود وليس كل تفاوت ظلم هم أصحاب أصحاب التفاوت وهذا يجعلنا نطرح المشكلة التالية إذن ما سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية هل عدالة الاجتماعية تتحقق أو هل تجسيد العدالة الاجتماعية هل تجسيد العدالة يكون بالمساود أم بالتفاوض إذن هذه المشكلة المطروحة عندما أأتي إلى تحليلها أجد نفسي في التحليل أمام موقفين الموقف الأول شوفوا حين نرسموا له هكذا مباشرة شوفوا بك فشنا نحن في محاولة حل المشكلة عندي موقفين عندي الموقف الأول ليقول لك ماذا أن المعادلة تتحقق بالمساواة نسميهم أصحاب المساواة ونشرح علاش هؤلاء لماذا اتخذوا هذا الموقف لأنهم يؤكدون بأن العادلة هي تحقيق مفهوم قارب لها وهي المساواة ومن فلسفة نذكرهم على حساب التاريخ كيف وجدوا بطريقة متسلسلة عندنا فلسفة القانون الطبيعي على رأسهم ششيرون ليقول لك بأن جميع الناس متساونة حسب قدرتهم فهذا عنده قدرة في العلم هذا عنده قدرة في الجسدية هذا عنده قدرة جمالية هذا عنده قدرة أخلاقية إلى آخره عندنا فلسفة العقد الاجتماعي ليقولوا بأن المساواة هي أننا سببها أن الإنسان عندما انتقل من المجتمع الطبيعي إلى المدني هو من أن يعيش في جو من المساواة عندنا الفلسفة الاشتراكية كارل ماركس وإنجلس الذين يقولوا بأن العدلة هي القضاء على الطبقية وعندنا أيضا في الواقع التاريخي الواقع الثوارات والجمعيات الثوارات والجمعيات العالمية التي تنادي بحقوق الإنسان وبتطبيق مبدأ المساواة هنا بعد ما نشرح كامل هذه الحجج ونعطي الأمثلة ونعطي الأدلة عليها ماذا نفعل؟ ما نقدش نروح للموقف الثاني حتى أقوم بماذا؟ بنقد هذا الموقف الأول نشترط تلبيته هنا نقول هل المساواة المطلقة ليست ظلم؟ هل من العدل أننا نتساوى جميعا ونحن مختلفون في القدرات؟ الآن أنتم تلمين هذا القسم هل لديكم جميعا نفس القدرات؟ لا إذن هل أنا أكون عادل عندما أأتي وأعطيكم جميعا نفس النقطة؟ إذن فهنا سيكون ماذا؟ سيكون ظلم إذن فالمساواة المطلقة المساواة المطلقة ماذا تفعل؟ هي مناقضة لماذا؟ مناقضة للطبيعة البشرية وهذا يجعلنا نذهب إلى الموقف الثاني الموقف الثاني وهو موقف من؟ أصحاب التفاوز شكرا وهنا سنستعرض بعض الحجج التي تدل على صحة موقفهم إذن شوفوا بالنسبة إلى الحجج وأنا أؤكد معلش كل مرة سأدلكم ملاحظة مهمة شوفوا عندما نستعرض حجج لموقف معين نستعرضه وكأننا نحن أصحاب هذا الموقف بكل موضوعي وبدون تحييز إذن من الحجج واحد درها ثاني كما درنا في الموقف اللول بطريقة متسلسلة من الأدلة التي تثبت ذلك نخذ مثلا في الفلسفة اليونانية الفلسفة اليونانية لدينا مجموعة من فلسفة رأسهم أفلاطون الذي يرى بأن المجتمع يجب أن ينقسم ثلاث طبقات طبقة السياد وعابد ورجال دفاع كل حسب القدرة والقوة يقلك العدالة هو أن يخضع الأقوية إلى الضعفة عفوا إلى الأقوية ونفس الموقف لأرستو وهو تلمير لأفلاطون ليقول لك بأن العدالة هي أن يكون لأقوية حقوق والضعفة لن يكون لهم إلا واجبات وأن يخضع للضعفة للأقوية وهو لقسم المجتمع إلى الطبقة الأرستوخراطية والطبقة الضعيفة أو طبقة العابد إذن في الفلسفة الحديثة في الفلسفة الحديثة نخذ بعض الأمثلة مثلا هيكل عندي نيتش بصفة عما هؤلاء يؤكدون جميعا بأنه لا توجد عدلة إلا إذا كان المجتمع مقسم على حساب كل واحد يكون في المكان اللائق له فالأسياد والعابد فللأسياء حقوق لأنهم أقوية وللعابد العابد واجبات لماذا؟ لأنهم ضعفة وهذا قانون طبيعة وبنسبة للفلسفة التي تبقى هذا المفهوم في الواقع هي الفلسفة الرأسمالية التي تزعمها أدام سميث إذن حيث يرى في كتابه لكابيتال الرأس المال بالعربية بأن العدلة هي أننا نحترم تفاوت ونخلي الطبيعة تكشف عن المتفاوت الطبيعي الموجود بين الناس وقد تبقى هذا في الفلسفة الرأسمالية اقتصاديا وسياسيا وأخيرا نقدر نضيف فلسفة قانون الطبيعة قانون الطبيعة أو ما يسمى بعلماء الطبيعة وعلماء الإنسان على رأسهم أليكسي سكاغل أليكسي سكاغل قال لك هل الناس ليسوا متساون هذا قوي هذا ضعيف هذا صحي هذا مريم هذا ذكي هذا أقل قال لك عيو lib من أننا نحاول أن نسوي بين الناس غير متساون ماذا يجب أن نفعل يجب أن نشجع المساواة حتى نكشف على رجال العظماء شوفوا بك هذا القول يجب أن نشجع هذا المساواة حتى نكشف على رجال العظماء وفي الآخرة بعدما نقوم إذن صبورة هنا سنحاول أن نجد مكانا لما تبقى من المقالة وهو ما هي في ما يخص وبقالي الآن بعدما ستعد الموقفين ماذا أفعل؟ أذهب إلى الخطوة الثالثة وهي التركيب وفي التركيب أنا ماذا نفعل؟ التركيب سواء يكون جمع أو يكون تفضيل أو يكون ماذا تجاوزني هذا نيدك أنا عندي موقفين متناقضين في التركيب ماذا أفعل؟ هل نريد المساوة؟ هل العدلة تحتاج إلى مساوة أم لا؟ هل هناك تفوت في الواقع أم لا؟ إذن ما هي العدلة؟ في الحقيقة في الحقيقة يجب ماذا نفعل بين الموقفين؟ رفيدة ماذا يجب أن نفعل بين الموقفين؟ جمع شكرا يجب الجمع إذن هناك فنقول بالله هناك تكامل بين الموقفين ونقدر نستعرض هنا ماذا؟ موقف زكي نجيب محمود وهو مفكر عربي مفكر زكي نجيب محمود الذي يضع لنا بعض الشروط يقول لك في مجال حقوق في مجال قدورة باللي صح كين هناك تفوت بين الناس؟ كين تفوت بين الناس؟ لكن هذا التفوت لها يجب أن يكون ذريع باش يكون هناك ظلم بينهم وفي الآخر بعدما نسترجع ننتقل إلى الخطوة الآخرة وهي الاستنتاج وفي الاستنتاج هنا في الخاتمة الاستنتاج ماذا نفعل؟ نقدم حلا للمشكلة المطوحة هل كله تفوت ظلم؟ متى يكون تفوت ظلم؟ متى يكون تفوت ظلم؟ واختش نشوف الظلم قوي برجوازي مع واحد ضعيف واختش نقول باللي كين الظلم بينهما عندما تكون هناك ماذا؟ أحدهما يستغل الآخر كي يكون هناك استغلال إذن فنقول هنا في الاستنتاج بأن العدالة كيف تتحقق؟ تتحقق تتحقق كيف في ظل المساواة المساواة وفي ظل احترام الفوارق إذن لا يجب أن تكون هذه الفوارق الموجودة بين الناس ذريعة لتعدي على حقوق الغير إذن يجب الجمع بين المساواة والتفوت ففي الحقيقة في الواقع هما مفهومان غير متناقضا ويأفضل مثال نقدم الدهنية هو الإسلام كيف أن الإسلام ماذا يفعل؟ يحدد لكل فرض حقوقه وفي نفس الوقت واجبته بش تتحقق العدلة وعلما في الآخر بأن العدل وشنه هو؟ صفة إلهية لا يمكن أن نجدها عند الإنسان ولكن إذا أراد الإنسان أن يطبقها ماذا يفعل؟ عليه أن نرجع إلى التعاليم الأساسي الموجودة في دين الإسلامي التي تحدد حقوق ووجبات كل فرض في ظل أخلاقي وفي ظل اجتماعي لا يكون هناك مساس بحقوق الغير هكذا إذن انتهينا من حلقة أخرى من حلقات مفاتيح النجاح ونتمنى أعزائي التنامير أنكم استفدتم من حلقة اليوم وإن كان المقالة ننجدها باختصار ولكن مع النجل الخير الوقت هذا هو والصح كما نمده هو المفاتيح الأساسية لهذه المادة يجب احترامها خاصة فيما يخص اتبار خطوات وهدم الخروج عن الموضوع إذن أتمنى التوفيق للجميع وشكرا على المتابعة وأشكركم جزيلا إلى اللقاء معسى اشتركوا في القناة هذا البرنامج قدم لكم برعاية تيكنو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر